في قرية نائية في شمال شرق سوريا ترفض شواف خضر بينما تجهش بالبكاء أن تصدق أن البحر ابتلع ابنتها جاندا التي كانت في عداد عشرات اختاروا بلغ أوروبا عبر زورق أبحر به من شمال لبنان ورغم أن ابنتها في عداد المفقودين ترفض شواف إقامة مجلس عزاء حتى أنها قامت بطرد ابنها من المنزل حين اقترح الاستسلام للأمر الواقع والقبول بوفاة شقيقته غرقا قبل أسبوع عدة غادرت جاندا سعيد وإناس عبدالسلام سوريا إلى لبنان حيث صعدتا على متن قارب كانتا تأملان أن يصل بهما إلى أوروبا للقاء خطيبيهما في ألمانيا وإتمام معاملات زواجهما من الشقيقين لكن الرحلة التي انطلقت ليلة الثالث والعشرين من نيسان أبريل سرعا منتهت بغرق القارب أثناء محاولة توقيفه من الجيش اللبناني قبالة سواحل مدينة طرابلس جمالا وكان على متن القارب وفق الأمم المتحدة 84 شخصا تم إنقاذ 45 منهم 11 منهم سوريون بينما تم العثور على ثماني جثث فقط ولا يزال نحو 40 شخصا في عداد المفقودين ثمانية منهم سوريون بينهم جاندا وإناس